اشتركوا في القناة العسكري نلتزم بنتائج الانتخابات ونحترم اختيارات الشعب الاهرام الصفحة الاولى الاخوان لا استدام مع العسكري ولا تحالف مع السلفيين اليوم السابع الجنزوري لدينا امكانات لفضل اعتصامات في ربع ساعة الشروق مسيرة للعملين في السياحة تهتف السياحة رزقنا ادي صوتك للي يرعى اكل عيشك اليوم السابع ست احزاب وتحالفات تنشئ تحالفا جديدا لدعم 52 مرشحا مدنيا لمواجهة التصاعد الاسلامي الشروق الحكومة تبحث عن مقر كده احنا قلنا كل الاخبار بالتأكيد يعني الاخبار كلها يبدو انها متعلقة بالقضية بالبرلمان بالقضية المصاربة عندنا قضية البرلمان قضية اعداد الدستور المجلس الشاري طبعا القضية اللي احنا شغلانا اللي هي قضية الحكومة وتشكيل الحكومة فانا اعتقد يعني احنا عندنا دلوقتي بالنسبة للخبر الاول اللي ما اثيره حول مسألة من له الحق في اختيار لجنة تأسيس الدستور يعني انا اعتقد الصدام او الاختلاف اللي حصل في اليومين اللي فاتوا ما بين بعد تصريحات تحديدا اللي هو مختار الملة في اجتماعه مع مرسلين اجانب في مصر ده اعتقد اثار رد فعل متباين سواء من السياسيين او من الاحزاب يعني وكان اكثر يعني الاراء اللي كانت رد فعل عنه كان من جماعة الاخوان المسلمين اللي هي طبعا جادة بعد الافراز الاولي او الفرز الاولي النتائج مرحلة الاولى اللي هي كشفت عن اكتساح كبير لطار الاسلامي وتحديدا لجماعة الاخوان المسلمين فبالتالي كانت المسألة يعني هو المجلس العسكري يريد ان يطمئن يبعث برسالة طمئنة بانه لا مش البرلمان هو اللي هيعد الدستور هيبقى 60% بس من البرلمان و40% من خارج البرلمان دلوقتي هو اللي بس خلينا بس نتكلم في مسألة قاعدة عامة يعني من له حق عداد الدستور لان الدستور ده ليس قانوني الدستور هو حالة توافق مجتمعي حالة توافق اجتماعي المعنى بيه هو الشعب كله وليس فئة معينة او حزب معين او حتى البرلمان البرلمانات في العالم هي التي لا تضع الدستور الدستور الامريكي وضعهم فكرين وسياسيون وكتاب وادباء وهكذا كل الدستور اللي في العالم انا بتكلم دلوقتي هي مسألة الصراع الان او الخلاف الان حول من له الحق في اختيار اللجنة اللجنة التأساسية لاعداد الدستور الخلاف حولين ان البرلمان هل ياخد نسبة الاختيار البرلمان قد ايه ونسبة المجلس الاستشاري اللي شكله المجلس على عسكار قد ايه هي مسألة في ان احنا عايزين نوصل لحالة توافق عامة اذا كان البرلمان بيعبر عن بالفعل تعبير صحيح عن فئات الشعب المختلفة والاختيار اللي تم في المجلس الشعري بيعبر فالاهم ما يجي بالنص اللي هيه هو حالة التوافق العامة لان الدستور هو يهمني ويهمك ويهم كل توافق الشعب كل الاحزاب مفروض تشترك نيجي نشوف مثلا البرلمان البرلمان ستين في المياه لكن ارجو بس الناس تاعي انه حتى لما يعني في تركيا على سبيل مثلا ما فاز حزب التنمية والعدالة ما استحوسي او احتكر بنسبته السياسية لانه فاز باكبر عضل من المقاعد لا يعني اختار اعضاء من كل حزب داخل البرلمان بنسبة وتناسب فبالتالي هي المسألة كده يجب ان يعني يدرك الجميع انه الاسطور ده حالة توافق اجتماعي ده مبادئ توافقية وليست اصدار مبادئ اصدار قانون او لوائع المسألة ان كل لازم يشارك فيه ان كل طواف المجتمع بنقابات باحزاب بقوة مجتمع مدني كل ده لانه في النهاية يجب ان المجتمع يوافع عليه لانه ده دستور المجتمع وليست دستور مجلس الشعب او دستور المجلس العسكري فايا كان 60% من تأسسية الدستور من البرلمان هو اللي هيختارها او 40% المهم ان نصل ان يكون هناك حالة توافق مجتمع عام على هذه اللجنة لانه ده اللي هتقطع الدستور مصر الدائم خلال السنوات القادمة فكل ما نرجو ان احنا نصل لنصل الاسطدام مثل الشهور اللي فاتت حاولين مبادئ الدكتور علي السلمي لوصيخ الدكتور السلمي او غيره يعني احنا ضيع نوات كتير فمحتاجين بالفعل نختزل الوقت في ان احنا على اقل نصل الى حالة توافق عام لاعداد دستور حلاص عشان نستقر شوي دلوقتي نحبر الثاني من الاخبار المجلس العسكري نلتزم بنتائج الانتخابات ونحترم اختيارات الشعب هو طبعا جات التصرحات دي يعني جاية على خلفية التصرحات اللي كان قالها اللي هو مختار الملة للتصرحات المرسيل الاجانب وده يعني عملت بعض الردود الافعال او بعض المخاوف او البلبلة لانه البعض استشف من تصرحات اللي هو مختار الملة انه البرلمان القادم ليس له السلطات التشرعية كاملة لسلال حق في مشاركة في عداد الدستور فده عطى احساس بانه بالتالي ان السندوق ليس لها اي قيمة في اختيار نواب الشعب لدى المجلس العسكري فاعتقد ان هذه التصرحات تأتي للطمأنع يعني هي المسألة يعني احنا محتاجين بالفعل يبقى في مسألة تعقل في التصرحات لازم يكون تصرحات هادئة يعني على اقل طراعي الحالة السياسية المتغيرة دايما احنا للأسف في مصر الحالة السياسية متغيرة بين وقت وآخر يعني محتاجين بالفعل المتحدث يعني رسمي للمجلس العسكري على اقل يعبر عما عن رأي جماعي للمجلس وليسا كل شوية بنسمع تصرحات حد يعني بيساعد يعني كل واحد شوية تصريح مختلف يعني عاديين حد فانا اعتقد انه ده تصريح يعني يهدي كثيرا من الامور لانه بالفعل الايام اللي فات حصل جدل شديد جدا وصل الى درجة التصعيد والبعد سمها انه ده صدامة بين الاخوان والمجلس العسكري لكن اعتقد ان ده يهدي الامور يعيد الامور ان اصابها مرة اخرى لانه بالفعل على المجلس العسكري على الجميع ايا كانت نحفظاتهم او موقفهم ان احنا نلتزم باختيارات الشعب بنتائج الانتخابات يعني دوافع بقى او الاسباب او الظروف او الملبسات اللي قدت الى هذه النتيجة دي مسألة مدامة ان احنا ارتضينا الاحتكام للصندوق فبالتالي علينا ان نلتزم باختيارنا فاعتقد انه التزام باختيارات النتائج من للشعب ده احترام رغبة الناس في اختياراتها ده شيء توجب علينا جميعا ندي تجربة ديمقراطية علينا ان نسير فيها على الاقل نعبر هذه المرحلة ونتعود بعد ذلك كيف نمارس الدمقراطية في حياتنا الخبر الثالث من الاهرام الاخوان لا صدم على العسكري ولا تحالف مع السلفيين يعني ده تصرحات اعتقد ليه لست سعادة الكتاتني الامين العام للحزب الحرية والعدالة اللي هو حاليا اصدراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين يعني هو ليس مصلحة احد الصدم يعني انا اعتقد الجماعة الاخوان المسلمين يعني لديها من الخبرة السياسية خبرة طويلة في الشارع في الحياة الوطنية المصرية وده فصيل احنا رغم اختلافنا معها واتفاقنا معها انه في النهاية ده فصيل موجود فصيل وطني موجود واعتقد انه ليس مصلحته الصدم وليس مصلحة احد يعني اذا اردنا ان احنا بالفعل نتعامل مع واقع الامور فليس مصلحة احد ان الامور تصل الى صدام لانه اعتقد انه هنا الوطن هو اللي علم حق الملد مش مستحملة اي صدم لا صدم لانه مسألة انه هنتصدم في ايه لا دستور ملك الاخوان ولا هو ملك المجلس العسكري ولا ملك اي حد يعني هم ملك الجميع ده يجب ان ارضى عليه اذا كان ده لا يحكم الفطرة القادمة ده ليس قانون ده يجب ان يكون موافق عليه لانه في النهاية الدستور يعبر عن حالة مجتمعية حتى التراث وتاريخ وهو الاخره هذه الامة يجب ان يعبر عن الدستور القادم لن تحتكره فئة معينة فبالتالي لما الاخوان يعني يقول له صدام العسكري لسه مصلحة الاخوان صدام العسكري يعني احنا اعتقد انها من كفانة صدامات في الماضي فاعتقد انه هذه التصرحات اللي خرجت من المساعدة الكتاتنية انا اعتقد انها اعتقد ان علينا ان الامور انتهدأ سواء من جانب الاخوان او جانب باقي الطائرات السياسية والمجلس العسكري لنصل الى نقطة الالتقاء يعني المسألة مش مسألة يعني صراع شد وجذب في لعبة سياسية دي لان الوطن ليس مقامرة على طرابيزة السياسة او على منطقة السياسة الوطن يعني ننظر بقى في حال البلد علشان نخرج من المرحلة الصعبة البعض يفصل انه الاخوان يصاعد عشان يصل يعني الى ما يريده نفس الحكاية لكن انا اعتقد المسألة يعني هكذا تدار امور الاوطان في هذه المراحل تحديدا قد تكون مبرر ده مبرر في مرحلة تانية عندما نعبر هذه الازمة عندما على اقل وطن يعفى من الازمة اللي هو فيها ممكن مبرر انما في المرحلة الحالية احنا لسنا في مجال مقامرة احنا فيه في وطن مهدد فيه اشياء كثيرة الآن عليه ان احنا نعبر هذه المرحلة ثم بعد ذلك نستعمل اساليب والعيب السياسة في في اوقاتها تمام الخبر الرابع اليوم استابع الجنزوري لدينا امكانات لفض الاعتصامات في ربع ساعة يعني وطبعا الدكتور الجنزوري ما كانش يقصد بالتحديد المسألة ان احنا ممكن نفض الاستخدام الخبر لكن هو كان فيه رد على انه الدولة ضعيفة في مواجهة الاعتصامات ان الدولة رخوة وان الدولة مش عايزة تستعيد هيبتها اعتقد ان هو كان واضح وصريح نحنا فيه امكانيات لكن احنا مش عاوزين نعمل كده متأكد مش عاوزين نستخدم هذا مش معنى ان احنا ما بنعملش ان احنا مش قادرين لا يعني مش عاوزين نستخدم العنف مش عاوزين نستخدم اي اساليب القامعية ده ممكن ده كان بيدور في حوار حوالين المسألة المعتصامين حول مجلس الوزراء من السوار والمفاوضات حاليا الدائرة معهم ليه على اقل كي تستطيع الحكومة ممارسة دورها ومهمها في الفطرة الحالية من خلال مجلس الوزراء تقريبا هو المكان الوحيد المؤهل فاعتقد ان الدكتور الجنزول ده كان في اطار حوار كبير جدا لما يقصد به مجرد الترهيب ولكن اظهر ان الحكومة لها وجه صلبة ايضا ولكنها لا تريد ان تستخدمها وليس التهديد البعض فصروا انه ده تهديد مردود عليه اعتقد انه ليس تهديد لانه ليس تهديد هي المهم او اولويات الحكومة في الفطرة القادمة وهي اظهار العصى الصلبة فوجه المتظاهرين او محتجين سلميين انا بنتكلم يا ريتا ان هذه العصى الصلبة والوجه الغليز نظهر في وضعه الصحيح في مواجهة البلطاجة فوجهة الانفلات والعشوائية وعودة الامن للبلغ يعني مهمة العودة الامنة المهمة مؤسسية للحكومة مهمة النهوض بالاقتصاد مهمة على اقل ملف المصابين والشهداء ده مفروض ملف برضو اولوية يعني فيه من ملفين لتلاتة دول مهمين جدا خلال الفطرة القصيرة القادمة في عمر حكومة الدكتور الجنزور اشتركوا في القناة